بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج المرايا ان شاء الله النهاردة هيكون عنوان حلقتنا ابني بيتك واحنا مبارح كان موضوع حلقتنا كنا بنتكلم الشباب وقلنا نقول لهم ازاي لو حابب تبني بيت صح على اساس سليم تختار زوجة صلحة وعرفنا الاسس اللي على اساس هنختار زوجة صلحة النهاردة بقى عشان البيت ده مسئولية مشتركة بالل اتنين فحبنا ان الحلقة النهاردة تكون بتخاطب البنات او السيدات وازاي تبني بيتك وعشان برضو تبني بيتك على اساس سليم لازم تكون مختارة شريك حياة كويس يساعدك لانك مش بس هتبني بيت لانت هتبني جيل وهتربي جيل كبير بحاله وهتكوني مسئولة عنه وانت برضو اللي هتكوني مسئولة عن اختياراتك هستنى اسئلتكم واستفساراتكم لو حد عايز يسأل في نفس الموضوع ده ياري تتواصل معنا على الارقام اللي هتنزل على الشاشة او على الصفحة الخاصة بالقناة وهستنى برضو اجابتكم ان شاء الله مجمعة وهذهب احط لكم السؤال اخر الحلقة سؤال المسابقة وتبعتولي الاجابات مجمعة 30 حلقة مع بعض وهتكون الهدايا قيمة جدا عبارة عن عضويات ودورات تدريبية واستشارات نفسية مقدمة بالاكاديمية الدولية لتطوير الزيب ودلوقتي برضو هرحب الدكتور جهان حسين استشاري نفسي واسري ومديري ومؤسسي الاكاديمية الدولية للتطوير الزيب اهلا وسهلا بحضرتك ازاي حضرتك حريك قلت نهاردة ان شاء الله ان احنا هنتكلم عن اختيار البنت للزوج الصالح اللي هيساعدها انها تبني بيتها على اساس سليم فياريت حريك توضح لنا طيب احنا بارح قلنا ان انا علشان ابني بيت فانا كئني بالزبط مهندس بقرر ان انا عايز ابني بيت فانا لازم افكر الاول امكانياتي ايه وحدود ايه ده بالنسبة للشاب وان هو يبتدي يشوفها يشتري الارض دي فين وارض تصلح للبناء علشان يبتدي يأسس وهل هو عايز يرمي اساس لكم سنة قدام علشان العمارة دي تعيش اطول وقت مهند صح او لا بحقيق معلش امبارح كان فيه نقطتين اساسيين نفكر اللي شفنا امبارح واللي ما شفناش بالنسبة للزوج كان اهم من نقطتين ايه نراجع اه اهم من نقطتين طبعا احنا قلنا الاحاديث النبوية ايه 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 هو ممكن الناس تشوفها على اليوتيوب بس انا عايز اعمل زي تذكرة عشان نقدر نقاش نربط عشان نربط تمام تمام انا عسف في موبايل طيب نقطتين نفتكر بيهم امبارح هو احنا ما بدأنا باحاديث نبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ما نستطاع منكم تبقى فليتزوج الاول شرط الاستطاع البدنية والمادية وتاني حاجة تنجح المرأة لاربعة وقلنا ان هو جائز ان هو يختارها لجمالها او مالها او حسابها او نسابها جائز جدا ومفيش حاجة مدام الشرع اجاز شيء خلاص الامر منتحد لكن عندنا اسباب مرفوضة وقلنا عليها وقلنا انه ما تنفعش ان هو مثلا يتزوج علشان الاهل عايزين يجوزون عشان شرط المراس مثلا ايه او ان هو يكون بيتزوج لان امه ماتت فمستعجل عايز حد عايز بديل لامه او ان هو يكون كل هدفه مدي ان احنا هنفتح شركة سواف انا عايز واحدة تساعدني ايه وخلاص على كده من غير ما افكر في بقية الضغابة تمام نفس الكلام بنقوله للبنت احنا بنقول ان انت كمان بتبني البيت مع فوارق ان الرجل هو عمود البيت يعني هو الاساس اللي بيحط القاعدة الاساسية تمام يعني لو الرجل بعتبره القوام فهو اللي بيقول انا عايز الزوجة دي صلحة هتصلح تكون ام الاولادي هي اللي هتعمل كذا وكذا وكذا بالاضافة لنقطة مهمة جدا ان الرجل هو الطالب وليس المطلوب يعني ده الاصل ان هو اللي بيتقدم هو اللي هيتقدم ويجي هو الطالب وليس المطلوب يعني مش هو اللي بيجي له الخضر فانا عاصد حيك تقولي برضو ان مش عارز اذا كان ده عاصد حيك اذا كان يعني هي هتبقى اختياراتها محدودة في حدود اللي متقدم لها طبعا غيره هو غيره هو هو بيبقى البنية الاساسية ليه هو اللي هو بيقرر شيء معانه فكانه بالضبط بالضبط كده روح لصاحب الارض وقال له انا عايز اشتري الارض دي فصاحب الارض قال له لا اختلف فلوس اختلف اي حاجة فما اخدها يا ما اخداش لكن هو في ايده مئة الف ارض عيوان يقدر يختار منها قدام اختيارات اكتر مني لكن البنت وضعها مختلف البنت اولا بتكون في الاصل يعني ان هي منتظرة انه يتقدم لها شاب حتى لو عجبت بحد الاصل ان هي يعني مش هينفع تقوله غالبا يعني اه تمام لكن اللي بيحصل ان هي منتظرة يتقدم مثلا لها شاب واثنين وثلاثة وعشرة فلازم تبقى هي عارفة تختار ازاي لانها بتحتار يعني رجالة فاكرة ده هم اللي بيختاروا عالجمال بس وشارب ايه لا مفيش كلام ده البنت ممكن تبقى محتارة ما بين اتنين كويسين واحد شكله مثلا مش عجبها حتى الشكل يعني ايه مش عجبها واحد شكله عجبها واحد مرتحله واحد مش مرتحله هسألك بقى باللسان حل البنات يعني برضو انا اثني طيب بوستي خلينا بقى ايه قبل ما جاءت حضركك النقطة دي احنا برضو هنقول اسباب المرفوضة طيب للبنت يعني في بنت البنت لها اسباب مرفوضة للزواج لا لا يجب ان هي توافق تسرع في الزواج بالاسباب دي وقلنا ان المرفوضة مش مقصد ديها ان هي محرمة هي مش حرام يعني مش مش كويس ان انا اوافق هي مرفوضة لانها خطر مؤشر خطر بداية انا كده بدأ بداية خطر طيب نعجل السؤال شوية لكن هنقوله تمام تمام فاحنا دلوقتي بنقول ان هي هتحط الاول الاسس تمام نيجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو لاختيار المرأة للرجل الصالح اه ان جاءكم من ترضونا دينه وخلقه تمام فزوجوه طيب نقف عن دها دي عشان الشباب بقى بتنسك فيها وتقولك بلا مهر بلا بتاع ما عندي دين وعندي خلق وانتم متشبسين وبتطيروني عشان الفلوس لأ مش معنا حديث النبي ان احنا هنلغي التكافؤ وهنلغي الماديات وما فيش الغاء انا عندي قاعدة اساسية في كل شيء ان انا الضابط عندي ضابط شرعي لانا اختار الصالح اختار المتدين اختار اللي عنده اخلاق تمام طب جالي الاتنين يجوز اقول لا يجوز اقول لا يعني جالي ان هو متدين جدا واخلاق جدا بس انا مش عاجبا مش مرتاحة حيقولتي مرة ده متيل بقى اي حاجة يعني اي مفيش توافق مفيش توافق تمام دلاش جالي ومحترم وطيب يعني فيه ناس كان بتيجي تقولك والله كذا كذا والله انت كلية عارس لقطة بس مش ليه سبحان الله لازم تتقالك ليه بقى هقولك ليه ارصب حاجة يعني هو ممكن تكون بيته ليه يكافئ المستوى المعيشي بتاعها اي ممكن يبقى هو مناسب جدا ورائع لغيرها نبقى بالنسبة الناس تانية تقول لها صحابها بقى والكلام بقى انت عارفها القصص دي اه ده ما فيه زي وده ممتاز اي طب هو بالنسبة لها كده لكن بزيبالك مش كده صحيح فالموضي دي خطيرة يعني خطيرة جدا ما فيش حاجة اسمها قلنا متبطرة عن نعمة ارفضي براحتك يعني طالما احنا قلنا تبطر في حالة واحدة لو انت حاسة انك انت عندك غرور كده نفسي لو انت رفضه غرور اه حاسة ان انت حاجة مختلفة وطبعا بقى انك تجيلك الاحسن احسن احسن فدي قضية لكن انك انت تختاري او ترفضي اي واحد براحتك خالص لغاية ما يجي الشخص المناسب اللي يكوني برتاح ولو مجاش ما فيش مشاكل مش للدرجات يا دكتور لا للدرجات لو مجاش كمان رأيك كده رأيك احسن ما يجي يعني وتتطلق طبعا مش احسن ما تتطلق وتبقى فيه اطفال وشغلان لا معلش وديتنظر انا عندي اقتراح صغيرة تتزوجي وتعيش عيشها كريمة يا معلش انت حدت اترنتك في بيت اهل صحيح ما تجيش واحد يهنها ولا يبهدله بس فيه نقطة فيه نقاط مهمة بقى هنتكلم فيها انبارح قلنا ان السبب الرئيسي للشاب العفة هل البنت معندهاش نفس السبب عندها نفس السبب لان الاساس الزواج هو العفة عندنا نقولها النفس الجزئية يعني لازم كل واحد فيه ميبقى عارف النقطة دي لو هو عنده ضعيفة يبقى لازم يقدم تنازلات يعني البنت قلنا ما بيجلهاش غير خمسة ستة مثلا عشر عشرين بس اخرك عشرين الراجل لو ماشي في الشرع ممكن يعدي عليه وكلهم يخطبهم يعني ايه اختياراته اوسع مني اضرافته فانا النهاردة عندي عشر عندي عشرين واحد وبيجي بيجولي لكن انا محتاجة للجانب العفة بشكل كبير اقعد بقى استنى ايه استنى امشي في الغلط مامشيش بقى هنا في الحرام هنا بتدي لقى بتدي اوازن بقى طب انا محتاجة الزواج ومحتاجة مثلا يعني مركز عاي ومحتاجة مثلا يكون عنده شهقة كويسة ومحتاجة يكون مش عارفة يصفرني فين اي مكان بقى فلما جالي حاجات جالي يا اللهي مركز وجالي كذا بس مش هيصفرني او جالي كذا وكذا ممكن تعليل حاجات معينة تنزل فيها بس مش اساسيات مش اساسيات ايه مش سواب احنا مش هنكلم في الدين وخلق تمام تمام يبقى انا هنا هلازم اقدم نوع من التنازل الجناء انا على حتى حتى اتنازل اه انا عارفة في مرايتي اه الحقيقة انا عندي رقم واحد ايه اتنازل وحتى لو انا مش مرتاحة ما تقولي موضوع الراحة ده. ايه. انا بقولش مش متاحة. بس انا اعرف مسلا بنات عشان المثال يبقى واضح يعني. اه هي اه اه ده نمط شخصية برضو. اللي هي عايزة كل حاجة يعني تبقى فول مارك. اه بعظم هم كده. اه. عايزة فول مارك. فبالنسبة لها يبقى الراجل ما شاء الله التاسعة من عشرة. هو عايزة العشرة من عشرة. اه. بتقولك كذا كذا. هي بتبقى مشكلتها ايه? ايه هي بتقولك لأ ما انا حطيت نفس قدام مراهة وعارفة ده انا مرحبش. طبا كلنا محبش العاصر. ايه. كلنا مش هنحب الفقير. ايه. كلنا ممكن كلنا انا عرفض نفس اللي انت رفضاه. لكن هي الفكرة ان لازم تكوني واقعية. ام. انت قدامك اختيارينت في اللحظة بي. ايه. انك عايزة بيت اهلك. ام. متاحة. لقاها تلاقي تعبنة جدا. ومخنوعة من اللي اعتبروها عن نسل. ايه. وفي مشاكل مع امها واخواتها. ايه. ونفسها هيبقى لها بيت وتستقل. وهتتجنن ومم بتشوف الاطفال نفسها تجيب حد التعايل قبل ما تكبر في السن وما تخلفش. ومع زيك متربسة على على الصفات اللي هي عايزها. وخلاص. يبقى صاحبة اختيار برضو. ما عنديش مشكلة برضو. فان هي تقرر. يقرر. بس تتحمل النتائج. ايه. هي المسؤولة عن اختياراتها. عن نتائج الخيارة. لان هيجي في وقت الدنيا هتنفضل من حولك. واخواتك كلهم متجاوزين مشغولين بعيالهم. وامك وابوك مصيرهم يموتوا. وانتي هتعيش لوحدك ده لو كلك يعني نكلم عمر كلنا. ايه. احنا بتكلم على الوضع النورمال. ايه. فانتي صاحب القرار. عندك استعداد. ام. انتي تحب الوحدة. مش هتتعبي منها في معد. يعني ايه اللي خليني اقدم تنازل. يعني ترجع للمراية وتشوف هي شخصيتها ايه. وهتستحمل ايه. وهتعب في التنازل اول او اه. والتنازل يتبني على اشياء معينة. ايه تكون صريحة مع نفسها. اما اتنازل باني لا اقبل ولا راجل مقابل راحتي. ام. وانا راحتي في الوحدة. اما اتنازل واقبل راجل نص صفات اللي انا عايزة ايه. او ثلاثة اربعة. ام. مقابل انا مش عايزة عيشة لوحدة مثلا. ام. مثلا يعني. يعني القرار في الاول وفي اخر قرارها بس تاخده بتآني. تاخده بتآني. طيب. في اسباب زي بحقيقة مباري حقولتي بالنسبة. اسباب مرفوضة للشاب. طبعا. في اسباب مرفوضة للبنت. طبعا. طبعا. ما كتير. وصل من الشاب. زي ايه. اول حاجة. واشهر حاجة. ها. حلم الفستان والزفتر. اه ما يكونش ده الهدف اصدى حضرتك? هو بيبقى كده. اه دي مشكلة. اه دي مشكلة. تروح تحضر خطوكة تصحابها من اول سنة. اه. هي مستنية تلبس الفستان. وعملا بقى تفكر. طب انا يوم الفرح اعمل ايه يا ماما? البس ده ولا جب ده. وهي لسه لاتخطبتش ولا جالها عرسان ولا حاجة. ايه. انا فرحي هلبس ده. انا هعمل فرح زي صاحبتي فلانة. ايه. وكأن الزواج كله هو الليلة. هو الليلة دي مش بيفكره في اللي بعد كده. خالص. ايه. اه. ودي بتبقى تغلبا واحدة طايشة ومع عندهاش تفكيره. بتبقى طيبة وكل حاجة. بس دي لو خدت هضر بتاخده جامد قوي. اه. فبننصحها اوعي. ان شاء الله رفنا يا رزقك. يعني لما يجي لك حد كويس. يعني لما يجي لك حد كويس عودي. فقري بقى ما يبقاش ده. اعملها تحلم بيه وبس. ايه. يعني اول سبب ان ما يكونش حلمها انها تلبس الفستان العبيض. ده اول سبب مرتفع. اه. اسباب تاني. طبعا. كتير. اخلص من بيت العيلة. اه. ماما بقى بتصحيني بدري. وانا نفس انام للدهر. وبعدين من الشايباني براحتي. ونفس اخرج اتفسح. ووهم ان انا العريس ده اللي هيسفرني. هو ده اللي هيوديني. وهبقى بيتي بقى براحتي. كأنها هتسيب البيض يضرب يالي. ما فيش مشاكل. اعم. حلم ان انا مشاكل بابا وماما طبعا ده اكتر ناس بتهرب من. من هروب. ايه. من هروب من مشكلات وكأنها هتروح الجنة. ايه. طب ما هي. ولو الراجل اسأتي الاختيار هيبقى اسوأ من ابوك. اكيد. اكيد هيبقى اسوأ من ابوك. واسوأ. مش اكيد عشان حاجة. يعني هو حتى لو احسن من ابوها. بس هو هيبقى اسوأ لسبب. احا. انه هو اصبح كأنه اولا هي ممكن بتعرفش اتطلق. الراجل في ايده عقضت النكاة هيقدر لو. ايه. احسن ولو حمرت من اول شهرها هتبقى هم. ولو ما اتطرتش. هتخرج حامل. وهدرجع لبيت ابوها اللي هي اصلا خرجت تجري. العواقب وخيمة يعني. كتير جدا. حتى لو قلبها جابت وطلقت من اول اسبوع. حتهاقض في بيت ابوها اللي هي كانت بتجري منه. وهترجع له تاني. بس هترجع له اسوأ. هترجع له هي. عاي. مطلقة ومعها طفل ومنكسرة اكتر ويعني حاجات كتير كتير جدا طب انا بقى ممكن لا لست مخلصتش طب اوكي لا اقول اصلاح خطيرة ايه طب اقول الحب وهم الحب الله يكرمك وهم الحب انه ده انا بحبه واي حاجة مش هعيش من غيره ومش هعيش من غيره ودي بقى حطي عليها تحتها مليون خط للبنات بيعنيهم بقى عن حاجات اسفين طبعا الاستوديو كله رجالة وانا وانت واحدنا يعني المهم ما يحدش تستنى انا برا طيب خلوني اقول كلمتين بجد يعني ما احترامي لكل الرجال الراجل بيستطد في الحاجات دي مش كل الرجال انا بتكلم عن الراجل اللي هو ايه بعض بعضهم اغلبهم او اللي بيركز على حتة معينة وبيعرف يلعب على وطر البنت لما بيناشن احنا قلنا هو اللي بيختار فبيبقى مناشن بقى هو كده مناشن على الهدف الحتة النقصة عندها او الحتة اللي هي عيزاها هو بيرمي ده التعم التعم ده لو هو صادق يبقى اهلا بيه يعني لو انت بتفهم المرأة علشان انت فعلا عايز دواج صالح وعايز ترضيها وعايز تسعيدها وكذا وكذا خلاص خيرا يبقى خير طبعا اكيد خير لكن لو انت بتعمل ده لمجرد انه انت بتصطادها بس علشان ترضى بيك وبعد كده بتشوفها الوش التاني بتبقى ازمة كبيرة فانا بقول للبنات بعد اذنكم ما تمخدعيش بوهم الحب الحب احنا تكلمنا حلقة كاملة عن استقاف الحب وقلنا ان الحب مش مجرد مشاعر اعجاب مش مجرد واحد دمه خفيفه عمالي يغزلني بكلمتين وعارف يعني يشغلني واحضاري بقى من انشغال الفيسبوك قصة تانية الفيسبوك يعني بصي من الاخر كده اللي يدخلك من شباك يحدفي منه بجد على طول كده يعني هو يدخل من الباب دخل من الباب اهلا دي نبتني نتشوفه ونتكلم معاه وندخل بقى الخطوة التانية اللي هي ايه اللي هي نكمل ازاي لكن ده خلي مش شباك على طول اعرفي اني خطي احتمال بنسبة سيء الظن فيه ايوه ايوه ده جائز لغاية ما يثبت العكس ده جائز بقى لغاية ما يثبت العكس ده جائز بقى حتى لو هو محضره ايوه في الظن وتعاملي معاه لانه رجلك دخلي عكس اهوه حتى لو دخل يقولك قرآن انا بقولك اهو داخل يقولك قرآن ممكن يكون ده ما تخليه اه طبعا ما تخل درسك على الفيسبوك ايوه متدينة ولا بتحطي ايتين وثلاثة يقولك هدخل لها رميلها ايوه خلص على كده ايوه فبعد اذنكو اللي دخلت من الشباك احديفي منه حتى لو هيموت يعني طيب اه دي طبعا من ضمن الحاجات الاسباب المرفوضة المشكلة بقت كمان بقى المفاجئات كتير يعني ان هي بسلا انا عايزة تغيط خطيبها الاولاني او حبيبها لما لقيته تجوز واحد عند بقى وغدا عندي يعني اه وفي رجالة بتعمل كده انا ما ذكرت عشفة رجالة اولا انها مش منتشرة يعني البنات اكتر عندهم الحتة دي اكتر عشان رجل صعب لو تعلق بواحدة ان هو يعرف في غزو تجوز غيرها يعني الموضوع مش سهل عاوي لكن مع البنت سهل اسهل بكتير فتبقى يعني هي كانها بتضربه بان انا جوزت احسن منك بيقول لك ده اعتراف ان قلب الرجل اقوى واقفت اه طبعا وده حاجة على فكرة ده 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 لازم يكون يعني ده لازم يكون انا لو لقيت رجل ضعيف ايه يعني انا احس بامن معايز زي صحيح هتجوزه ليه يعني انا عايزة ساندد ايه احنا الرجل لما بنقول هو اللي بيبني بيحط العمداني الاساسي هو الصلب المرأة جانب الرحمة وجانب الحنان وجانب الرئة وجانب كزا قوتها في حاجة تانية هي اقوى منك في حاجة تانية في الحملة والحاجات اللي انت ما تقدرش تتحملها وقوتها في ونستها كمان فيها قوة برض ايه صحيح تمام فالنهاردة حضرتك لما هي و لما هي بترجع تبقى عايزة تغيز اه كانت واحد بتحبه فلقيته خطب فيجالها عريس فقالت له موافقة اه واحد اه اتقدم لها اه فسابها اول ما ايجي واحد تقول له هون انا ما عادتش اسبوعه وتخطب وتخطبت عندي طب انت عندي مين نفسها او على حساب مين او على حسابك انت ايه احضاري الحاجات دي كلها وبرضو نصيحة عمل للرجل والبنت في الموقف ده اي حد قلبه متعلق بحد نصيحتي يعني لازم ياخد فترة نقاها قبل ما ينتقل لخطوة تانية يتأكد انه نسيها نسي الطرف الاخر قبل ما يخش بعلاقة تانية اوه قبل ما يخش بعلاقة تانية ما ينسيش حد بحده وما يشغلش نفسه بحق يعني لازم يتأكد انه يشوف ايه تماما من جرح هو موجود فيه الصدمات العاطفية برضو تكلمنا فيها تمام يعالج الصدمة العاطفية كويس بدين يدخل على الجديد بقى 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 البنوش نقف بقى عند الحاجات المرفوضة ونرجع على حاجات تانية تكون ان شاء الله مش مرفوضة طب نطلع فاصل ونرجع تاني مستنينكم انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفى طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزات اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية ولسه منورانا الدكتورة جيهان حسين طب يا دكتورة دلوقتي نقدر نقول ان صعب البنت تلاقي شاب مناسب هي صعب احنا قلنا ان الشاب برضو صعب يلاقي بنت ايوة حيك قلتي كده في حلقة الشباب لكن البنت عمرها سهل زي ما قلتلك هي اللي بيجي لها بتختار فيه حتة ان البنات بيجريئة وتتعامل برة وعملت فكر فيهم كانهم هايقولها ممكن يكونوا بتسلوا احنا الواقع بالنسبة لنا انه اللي جاي هو ده اللي نفكر فيه صحي هو ده اللي نختار فيه اه اللي جاي ده بقى في النهاية يعني فكرة ان انا هدرسه في انه كويس ولا وحش هيبقى اسهل من الراجل الموضوع يا حب انا اسهل من الراجل لان انا اللي داخلين بيتي محدودين ايوة اللي داخلين صح محدودين مهما كانوا كتير محدودين او كانوا خمسين رابط بس ثم محدودين في النهاية لكن الراجل لا الراجل بيقوم ماشي بمحتار يعني بيقابلوا ناس في شغله بيقابلوا ناس في كليته بيقابلوا ناس في الشارع بيقابلوا ناس في النادي بيقابلوا ناس في كل حتة ويقعد يفكر في دي و دي و دي كلام ده كله ويبقى مش عارف يقدم عزيزي على الخطوة لكن البنت البنت عمرها أضيق الاختياراتها أقل أقل وسهل تدرس لأن دخل البيت يعني أولا والدها ممكن يسأل عليه ممكن أخوها يسأل عليه في حاجات تانية كثير ممكن تحصل والله ساعات أهل بيسوزك برضو بيغرقوا البنات بس يعني الفكرة مش بكرة أنا اللي عايز أقوله أن في النهاية هو بيبقى جيه أولا ثبتت حسن النية غير اللي في الشارع برا اللي في الشارع برا بيكلمني أبقى في حيرة ومعجب وعايزني ولا أنا مش عايزني أصلا وأنا بنسباله زي أخته ومش عارف أقول الحاجات دي كلها فالموضوع بنسبالهم بيبقى عيني بيتكلمني يعني أنا بتجي لي بنات ده وهم ده يعتبر وهم لأنه ما تخيل أن ده عايزني أو ده عايزني ده وهم برضو يعني فيه حاجتين فيه جزء وهم فيه برضو رجالة بتلعب لعبة جنبها لها تديكي الحتة لها بس ما توصلكيش إن هي عايز تتجاوز بس هو يحسسها تماما لأنه عايز تتجاوز اللي هو بيعلقها بيه بس بس لغاية ما يشوف هو هي أنسب واحدة ولا لا الأسوأ يعني أنا جات لي بنات الأسوأ بقى بقولك واحد منها مثلا في الشغل اللي ما كانتش ولا شايفاء أساسا ولا عينها عليج يعني ولا يلفت نظرها ويدخل ويتقدم ويشغلها ودخل بيت يعني رسمي ما منتهى الاستثار يسابها يعني بغض النظر إنه هو حق الشرعي إنه ممكن يكون بعد ما دخل البيت ما ارتحش لأي سبب بس أقصد إنت شغلت ليه ما تدخل دخلها بقى محترمة من جرم هو بقى تبريره يقولك أنا ما حستهاش لما قربت منها أو اتخطبت لها ما حبتهاش بسي تبرير حاجة والسبب الحاجة حاجة لإني فينا والي لو أنا أيوة صحي بسي فيه فرق إن ربنا تقدر لي أنا بجرح علشان الراجل ده كان نياته كويسة وماشي في الطريق بيكمل ونياته زواج للنهاية وتغيرت الأمور في لحظة ده عمره ربنا أعلم بي ويبقى قدر إن أنا جرحت منه لكن لو هو داخل من البداية بيجرب طب ما تلعبش بقى المشاعر يعني عايز ترول بقى عاملين أنت بتظلمي الرجالة وأنت ضد الرجالة لا 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 مش ضد الرجالة لا والله يعني حقيقة عاملاتي حلقة كاملة برح للشباب وقولنا كل حاجة كي رجالة محترمين جدا ومؤدبين جدا وأنا مبارح كلمتك في النقطة دي وقلتلك ده بالعكسة أنا مبارح كنت ضد البنات أكيد الفريق اللي بره ما سمعش مبارح شوف الحلقة بقى على اليوتيوب بسمع لأنت مبارح كنت فعلا مع الشباب كنت مع الشباب فعلا والبنت اللي صيعة والبنت اللي بتشاغل الرجل وبتظلمه وبتفتنه وكلام ده كله لكن أنا بتكلم عشان أكون عينهم لأن البنات بتبقى موقفها صعب يعني أنا بتجيلي بنات أدع والله بيبقى والله بتبقى عندي وقلبي بيوجاني يعني ممكن بعد ما تنزل قاعد وأنا بصلي قاعدة أدعي لهم والله ببقى قلبي وجاني وهي بتتكلم هي بتحبه بصدق لمجرد أنه هو يعني عشمها في الزواج بس طب يعني وهو يعني الله أعلم هيكمل ولا طبعا يعني نازم بقى نقولها طب تقولك أعمل إيه ومش هعمل إيه لما بتتعلق الشوطان بقى بيدخل طبعا صعب إنها يتعمل كنترول وصعب إنها يتوقف الاتصالات أو الرسائل أو الحاجات اللي بتبقى موجودة بعدين بقى ممكن يسيبها مثلا شهر مثلا يعني خلاص يقطعه ومش هارب إيه ويرجع لها تاني ياريت يرجع ببوست أهلا وسهلا يعني اللي هو نظام التعشيم يعني اللي تحسزك إنه فاكرني يعني ده ممكن يبوز حياتها بالطريقة دي بوست ممكن تكون مش هال مقصودة بيه أصلا ممكن يجي رمضان يقول لها كل عم وانت بخير آه تتعلق تاني لا يا حضرتك يا فانديم ما تعايدش على واحدة لا تحل لها صحيح عندك مئة راجل على الفيس هعايد عليه براحتك وهي تعايد على مئة ست براحتك تعايد على بنت إنت بتحسسها إنك بتفكر فيها ما فيش حاجة بقى اسمها باحترمها أصلاها صديق التس أصلاها زي أختي ما فيش حاجة اسمها زي كلمة زي مش موجودة في القرآن يا أختك يا ميش أختك يا ميش أختك بنت خلتك والله ما أختك بدن بنت خلتك ننفع تتزوجها لو بعدت البنت خلتك رسالة والله بتظن إنه هيتجوزها لا بس دي عادي بقى أصلاها ترحم وقرابة ما هي رحم بس فيه دللات ما فيه فرق بين إحنا عيلة وإخوات لا ما هو مش هيبعت لها برضو يا دكتورة مش هيبعت لها قلوب وبتاع هو هيبعت لها كل سنة ونتي طيبة اللي عملتهم بخير بصي قرر لما هبعت دي قصدك تقولي إن في بنات بتتعشم قصدك تقولي كده طب دي مشكلتها برضو يعني إحنا نعلم بقى البنات لا مش مشكلت إزاي هقول لك كلمة صغيرة طب ما دي ممكن تتعشموا دي لا يبلعيب فين طب هقول لك كلمة صغيرة وأي راجل من الكنترول يرد عليك كلمة صغيرة اللي فيكو راجل يقبل إن واحد يبعت لأخته صباح الخير ما فيهمش راجل هيقبل لو قاعد قاعد كده وأخته قاعد جنبه مسكة الموبايل ها إنه إنه يلاقي واحد من الفيس يصبح لأ من الفيس ولا عاد نعمها إش معنا هي معلش ما أنا برضو بنعمي يعني ساب العيلة ما بيعيدش على العيلة كلها في رمضان وبيعيد علينا ليه معلش لو أنت قابل ده اعملوا براحة اعملوا في بنات الناس ايه والله يعني ما بتلاقيهمش منصفين والله ها هم جوه تقريبا هيتجننوا مش عاشق ماشي ما قطيش هروح يعيش ولا لها مشكلة هروح ولا لها مشكلة طب أنا عايزة أعرف هي بقى البنت الصالحة ممكن ما تملاش عين الشاب للأسف ممكن يخل كده من شدة الفسق والفجور والخلاعة والعري والفساد المنتشر والبنات اهو عشان تنبسطو شوي ايه والبنات البشا على الفيس من الميكب السخيف والاول ايه يعني والحاجات اللي عمالها تتعمل بكل معانيها بابتزال خلت الراجل يبقى متهيق له إن المحترمة دي مش هيعرف يعيش ويتزوج معها وانا قلتلك اعلم لنبس فبالتالي هي عيني بتبقى يعني تعبانة يعني ممكن تكون حجابها محترم وكل حاجة تقول لك ده وانا لازم اثبت له ازاي يعني ان انا ممكن في بيتي بلبس وبعمل كل حاجة بس انا مش هينفع حد يشوف ده الا الزوج اللي انا هتزوجه فقط فالموضوع خطير طب هم الدوقتي بيقولولي بالعكس يعني شو بيقولولي ان الشاب بيضع عايز واحدة كنا عايزين لهم بار طب طيب طب هل المحترمة دي هتملعينه بكل الحاجات اللي حقيقة قلت عليها على الفيسبوك اه طبعا هتملعينه طبعا طبعا يعني بست هقولكو على حاجة نصيحة للشباب ولي البنات ربنا سبحانه تعالى لما امر بغض البصر ايه كان من فضل غض البصر ايه انك تتمتع بالحلال ايه هو المشكلة يبقى برضو المشكلة هتبتدي من عندهم الحل من عنده هو اه لا لو من عند الست يعني هي كمان لو ما بستتش لكل رجل اه مش هتا يعني ربنا سبحانه تعالى هيمتعها بالحلال وهو هيمتعك بالحلال لكن انت المشكلة انت بتعاقد بالنظر للمحرمات بانك ما بتجدش في الحلال طاعة مش هتستمتع كمان بالحلال هقولك على حاجة كان سريعة كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في الاسراء والمعراج والكلام ده كله وشاف بقى حالات الاهل الجنة ينعمون واهل النار يعذبون والجنة بتبنى والكلام ده كله فكان من ضمنهم واحد بيعذب في النار دامه طبع ايه طبع يعني فيه نار وخذرات يعني طعام غصي يعني حاجة بشعة وطعام طيب فسيب ده وعمال ياكل في ده فسأل جبريل يعني قال له ايه ده يعني فيه حتى يسيب الطيب قال له هكذا اللي بيقع زمعه زوجة في الحلال ويروح للحرم هو هيكون ده عقاب وتخيله يبقى قدامه لحلال الطيب مش هيتمتع بيه مش عارف يتمتع بيه فانت بكامل ارطت اللي في ايدك ربنا اولا يبارك لك ويرزقك على قدر تقوات يعني على قد ما انا اتقيت الله فاني منظرش للحرام واني يا رب رزقني الزوجة الصالحة اللي تعيني على امر دنياني لان الزوجة لما هتكون صالحة وهتمتعه وهو يكون صالح ويمتعها ده الدنيا هو ما فيها لكل حاجة لو بقت في قوة بقى للفتن ولا بقى يغريني ميت ست ماشي جنبي لو كانوا عاريات ولا يغريني ميت راجل لو فضل متاع الدنيا الزوجة الصالحة اه طبعا ولو ميت راجل فضل بقى يشغلني وما يشغلنيش طالما انا تبقى احنا لازم كلنا كده يعني ولاد وبنات نرجع لله اهم حاجة نرجع لله كل حاجة نرجع لله هو المعين هو المعين الطقوة دي اهم حاجة نحنا انتق الله طب انا بقى كامم ممكن اهيئ بنتي للزواج ازاي اهيئها بقى بكل المقيس اه اوعي تكوني معقدة وما تخلقاش تلبس اه 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 اقولي دي لتطلع قلقة الادب لبسيها في البيت وديها الكوافير علميها تتزين يعني علميها بس عرفيها ان الداي في البيت وانداي كل راجل واحد بس فتتعلم علشان السؤال بقى اللي تجالك في الكنترول دلوقت يعني هو لما يجي يتقدم بها والاية معترمة يعرف ان هي في البيت هتتتزين له وتبقى زي اللي شايفهم احسن والف مرة لان يكفي انها محترمة وتسوم بيته وحايلو ايه بس هي دورها دورين يعني جزئيتين الجزء الاول ان هي تعرفها واجب الزوجة والزوج والطاعة الزوج والضوابط كلها الحق والجزء الثاني اللي هو ازاي تتزين للزوج وتمتعه وازاي ترديه وازاي تعمل كل الكلام ده يبقى ان هزا انا عملت بنت زي الفل اسستها صح خلاص كده ما فيش اي حاجة اقدر بقى من هي صغيرة اعلمها تختار صح اوه طبعا انا هاسسها اوكي صح وهعلمها تلبس وهعلمها الاختيار عموما ممكن نعملك حلقة بقى في الاتخاذات القرار والحاجات دي كلها لان دي بعيدة بقى عن الجزء ده طبعا انا الرابي ولادي ازاي تاخذ القرار سواء ولد او بنت يبدأ من الطفولة على فكرة منهم تلات ا اربعة سنين اتخاذ القرار في اي حاجة اي حاجة اي حاجة طبعا اي حاجة اه طبيعي جدا لو انتي خطي البنت محل ام اولا ممكن تناقي فستان اي كلام ذوقه مش عادي المجرد انه الوان مبهجة ممكن تختار فستان غالي جدا واانتي معكيش فلوسه يعني ممكن اي حاجة والولد نفس الكلام. تمام. انت ببساطة جديدة جدا انت عارفة جيبك فيه كامل. وعارفة زوءك. الكنيات. وزوءك وبئتك. ايه رجال البيئة. ايه. ايه. انا عايزة لبس بنتي اللي مت معينة. انا مش هخلات جيب حاجة مثلا مش متناسبة معي. ايه. مش متناسبة معنا خالص. تمام. فانا هروح المحل اللي انا عايزة اروحه. واللي انا عارفة انه فيه مستويات عاملة ازاي. اللي انا عايزها. وعارفة جيبي فيه كامل. وببص كده بزكاء الام. اه. بتفرج على الحاجة. بشوف اسعارها ايه. او ماشي. انا عندي ثلاثة اربعة فساتين في الرنج بتاعت. يعني قصدك حدد لها الاختيارات. اه. وبتدي اقول لها ايه رأيك ده ولا ده ولا ده ولا ده. ايه. تقول لك ده لا لا اسمعي الكلام وكذا وكذا وبتدي اقول لها تب اختاري. هنا تبتدي تتعلم الاختيار في حدود الزوء بتاعك انت اللي بتنشقيها عليه. ايه. يعني انت خليتي عينها تحب زوءك. يعني. ايه. تتربى بيئتك. ايه. مش تطلع ببيئة ثانية او مش انت حرة زي الجيل كتير اوي. اه. حبوا يعلموا الاولاد سيبوها يا حرة دي تتفلت. وانت في الحالة دي قدامك اختيارية. يا انت حرة وتلبس بقى اللي هي عايزة. يا تصميم على رأيك. مهمة اللي. وتلبسيها اللي انت عايزة. اه. وبيحاول يعلم التربية على الحرية. ايه. ربا غلط برضو. اه. ما هو برضو الواحد بيحتار برضو. يتطول على الامة كمان. يعني اوقات اقول ده مش عاجبني وهاتيه وانت حرة. ووقات اصمم لا انا مش عاجبني ده انا عايزة ده. وفي الحالتين هتبقى مش مفسوطة. ايوة اه. انا عايزة يبقى ستوب اخناع. ان انا احدد لها الاختيارات. ده ده مش تسلط? لا. ده من البداية. لما هتوصل بقى المرحلة مسلا سنوي. اه. ابتدت بقى تفهم في الزوء هتلاقيها هي راجعلك بطرحة. مرة سيئة جدا. مرة بلوزة بشعة. مرة حاجة جميلة جدا. ايه. هتبتدي انت تسني بقى عليها بس مش بالنقد اتفقنا. عشان ما نهدش الثقة بس نبتدي نقول لها ايه. يعني يا بنتي. دي كانت احسن. دي كانت احسن. اه. انا فرحانة اوي ليت بلوزة بعشرة ايه. يا حبيبتي ما هدي خامة يعني. ايه. ما بيبقوش لسه فهمين. بعد كده بنوضح. اه. بعد كده الامو هم والله اللي بيعلمونا الزوء. وهم اللي بيلبسونا. وهم اللي بيقولونا ما تحطيش كده. بيبقوا احسن مننا. احسن مننا. دي حية. وبتبتدي تكوني عندها فكرة ان هي بقى تعمدي ايه بقى. دي نصيحة للكل يعني. ايه. اللي هي في المرحلة بقى اللي هي من اول سروي مسلا. اه. لما وثقتي ان كنتي علمتها تنقني يعني. تمام. ابتدي لبس العيد للابة والام. هم. وحاملين برضو ميزانية للعيد. هم. خلاص المبلغ ده للبس العيد. انزلي بقى جيبي بنتاقي. عرضك اضعاتها هي تنزل تجيب على ساتة تعلم. او انزلي معيها. بس تعرفيها رنجها. ايه. ايه. انا بقى هي كبرت. ايه. ايه. انا كده بعلمها القرار. طبعا. ولو بتعلميها وبتعلميها النظام. اه. بتعلميها متبقاش مبزرة. حتى لو انتي معيك فلوس. اه. مش هرضيها في كل حاجة. انا عارف ايه الاول واي صغيرة هي مش فاهمة. ايه. سعر الحاجة ايه. اه. لكن كبرت. واحنا في البيت ده انا عارفيني زروفنا اين. اه. ببساطة جديدة جدا. بصي حاببتي انتي واختك كل واحدة او انتي واخوك كل واحد فيك وليه. لو كزا. اه. لو عايز بالمبلغ ده كله. يعني ممكن بيمزره الف جنيه. انا هجيب دي هجيب. هجيب قطع وهو حر. براحة. اه. بس كده هتعيد بالشوز بس. ايه. مش هتضعفي ولا اتجيبي اغميس ولا اتجيب بلطنون ولا الكلام ده طول. اه. يا دي امكانياتي. مش بس امكانياتي. عشان يتعلم برضه. انا عايد اعلمه انه هو عادي في الندال اللي معاه هجيبي عشر قطع ولا قطع. ايه. يبقى برضه هو صاحب القرار. يبقى صاحب القرار. تمام. طيب. بالنسبة بقى الفرق السن. هسأل حيك السؤال بس هنجاوب بعد الفاصل. اه. الفرق السن لو جي عريس اكبر بكتير. او اصغر. بكتير. لا مش بكتير. بكتير بكتير. او بكتير. يبقى الوضع ايه. بس بعد الفاصل. تمام. طب نطلع فاصل ونرجع تاني مستنينك. انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه. تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو فيه ايه يفرح في الدنيا. خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل. حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس واسبها على الله. خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص. ده الحل الوحيد. سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس. الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي اسي دي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا. استنى بس. انت محتاج حد يسمعك ويفهمك. ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام ببساطة كده؟ هيوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار مكان الحل. الاكاديمية الدولية لتطوير الزات. اختلافك سر تميزك. اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية وقفنا عند سؤال وطرحنا على الدكتورة. هنقول حاجة مهمة جدا. احنا خلينا متفقين جميعا جميعا انه كل ما اباحه والشرع انا ما ينفعش اعتري عليه. تمام. نهائي. لان الشرع ما اباحش الا هو فيه خير كله. اكيد. وايلا كان ربنا عليك الكبير ده ما تجاوزه الصغير والسطة الكبيرة بتجاوزه يعني ما فيش كلام. طيب. الضابط فيه برضو ايه? اه فيه جانب مهم جدا انا عايز اتكلم فيه. اه. انه هو الجانب النفسي. انه ما حدش فهمه. هو اللي بيخلي واحدة بتاع شق راجل كبير في السابن. اه. واحد بيعش هستي كبيرة في السابن. ومش عاقه والبنت الصغرة دي ولا مال يعنيه اساسا. اه. الموضوع اه احنا دلوقتي كانسان لنا احتياجات في كل مراحل عمرنا. اه. من مرحلة مثلا الطفولة ومرحلة المراقب ومرحلة الكبر وهكذا. كل مرحلة لها احتياجات. لو حصل ان حد فينا فقد اي جزء من هذه الاحتياجات بيبحث عنه ولو في اي مرحلة اخرى من العمر. بمعنى ايه? اه طفل اه ماتت امه. النبي صلى الله عليه وسلم. انا انا بشوف منظور زواجه من السيدة خديجة. السيدة عائشة. طبعا اتزوج اكتر. اتزوج الصيب. اتزوج البكر. اتزوج اه كبيرة والارمالة والمطلقة. لانه هو زواج وتشريع. اين? هو زواج وتشريع. اين? طيب. اه لو لما نيجي نبص انه بداية الزواج. انا ببص لمنظور نفسي. عاد تفكر في الموضوع ده كتير. لما لقيت بنات كتير دلوقتي في العصر الحالي. بنات كتير عايز تجايز راجل الكبير والعبس. والراجل بقى يميل للست الكبيرة. شايف البنات بقى اتفها ويقول لك الكبيرة عائلة. طيب. هو الموضوع ما ببقاش كده بالزبط. احنا كده لو بصنا لمنظور نفسي مش مدي. لا لا لا. مدي ده قصة فاني. المادي ده. اه. يعني ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. بس حقيقة تتكلمي في المنظور النفس. اه. المادي ده. المادي ده بيبقى ليه مظاهر تانية وعروفة. ايه. مظاهر معروفة. يعني بيبقى معروفة ان ايه غنية قوي. لكن ممكن تلاقيه خداة كبيرة ومش غنية. ومش غنية. اعم. يبقى الموضوع ما مش غنية. هو احتياجه كده. اه. ليه بقى? اه. لما انتهت تفكر في الموضوعات. لان نبيه صلى الله عليه وسلم. امه افضل من الام. ليه بتدي حنان الزوجة. وحنان. وحنان الام. الاتنين. ايه. تمام. تمام. فربنا سبحانه وتعالى هيأوا للدعوة بزواجه من السيدة خديجة. ايه. والسيدة خديجة لما تزوجته صغير. اه. ما هي كانت متزوجة. وكان يعني كانت مطلقة. كانت مطلقة. اه. طيب هي كانت محتاجة امين. وشاب. لانه لو كبير كان ممكن ما يعرفش يمسك مالها. يعني لو واحد عجوز او كذا. اه. فهي كانت محتاجة شاب وصادق وامين. ايه. هي التهيئة كلها كانت توقيتها كده. ايه. ولما بقى تشبع اللبي صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. من حنان السيدة خديجة وعاش معها سنوات طويلة. وخد خلاص حنان الام. تزوج بعد كده ايه? البكر. ايه. لان الفطرة. الفطرة هتعميله للبكر طبيعي. ايه. انه يتزوج البنت البكر الصغيرة. ايه. وكان هي اكبر هو منها بكتير. مه. وكانت وكان مستمتع معها. وكانوا الاتنين. مه. احب زوجته ايه. احب زوجته ايه. صح? سيدة خديجة وسيدة عيشة تمام. سيدة عيشة. تمام. فلما تيجي تحسيب الموضوع هتلاقيه من جانب النفس. طب لما نطبق ده على الوضع الحالي. اولا الطلاق كتر بكمية مهولة في الفطرة. جدا جدا جدا. طيب. ثانيا لما حصل طلاق ما كانش طلاق اخلاقي. غالبا الراجل بيرمي عياله والستة بتفضل شايي للعيال لوحدها او الراجل بياخد العيال من. حلو قوي طلاق اخلاقي دي فعلا. لازم الطلاق يكون اخلاقي. طبعا. انا عايزين نعمل حلقة بعد كده عن موضوع ده. الطلاق لازم يبقى اخلاقي. ده ربنا لما قال عاشر وهنا بمعروف. صحيح. او سرحهن باحسان. ام. يعني لما تسيبها احسن اليها اكتر من المعروف. يعني اكتر ما كنت عايش معي. تمام. فالنهاردة انفصلوا. ام. الاولاد. اما اه ابو ام متوفين او حد منهم متوفين. اما لو عايشين كأنهم مش عايشين. يبقى انا عندي فقد المشاعر الابوة او الامومة. ام. في مرحلة الناس. ام. ممكن اكون فقدتها في اه في الطفولة. ممكن اكون فقدتها في المراقبة. ممكن اكون فقدتها بعد كده. ام. المهم ان انا فقدتها. فلما فقدتها كان لازم ادور على البديل اللي يزهل. دي يعود يعني. فبينت بالي لما هشوف راجل كبير هبقى انا باكيني بدور على قبل. ام. ام. انت بقى نقدر نعالج عند البنت اول الولد. ام. ان هو مش لازم تاخد. يعني مش لازم تاخد. دي راجل كبير. لو لقتي بقى شاب راجل. ام. ساعتها هيغنيها. اه فهمت. كان سند. اه اه. شاب صغير بس. بس في رجولة عالية. في رجولة عالية. في رجولة والسند وكذا. فبقى اصبح هي خدت تبقى المتاعة كله. خدت حكتين مع بعض. لكن هي غالبا بتلاقي الشاب دلوقتي تافه. والشاب دلوقتي لقيت بناتها. فبتميلك كبير. فايقولك اخدها كبيرة عقلة وشاب كزا هو. طيب. 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 عيوة. سلام عليكم. عليكم. اهلا عليكم السلام. اهلا الساة عبير. ازاي حضرتك. اعرينا وسهلا. الدكتورة معايك. تفضلي سؤالك. عليكم السلام. اهلا اهلا وزيار. وحضرتك بخير يا رب. تفضلي حابتي سؤالك. طيب ارجعي تكلميني تاني شكرا للتصالح تمام اه تمام هنا يبقى عملية انك انت مسلا انت بقى ابنك او بنتك في امهات بتجيلي هتتجنى ان ابنها عايز تجاوز واحدة اكبر منه في خمستاشر سنة اه امهات بتزلع طيب الام كتعايشة معاه اه فين الفاق ايوة كنت لسه اقول لحضرتك الام عسكري حضرتك مفيش حنان ايوة الام عسكري اه الام وقد تكون اه وفيه حنان جامد وهو عايز حد برضو بنفس مستوى لا 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 هي فيه ام فيه ام آآ عسكري بطبعها وفيه ام يعيني بتبقى صعبان عليها بيبقى الراجل سلبي ايو الراجل المتوفي زوجها قصدك اه 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 تمام فبالتالي هي مضطرة تقوم بدور الراجل والستة فبتعمل ايه بتشد جامد هي بتشد شد غلط هي عايزة تبقى هي خايفة نصيتها تظهر وحنانها يضعف يطلع العيال فازين يضعف شخصيتها فبتعمل نفسها راجل فبتبقى يعني بتبقى شايفة انها راجل اه هي عمرها بتبقى راجل ايو اكيد ايو فبتتصرف غلط ام فالراجل او الطفل او الشاب او البنت الابن او الابنة او الابنة او مش شايفينها ستة اصلا اه شايفينها مصدر مادي شايفينها راجل بتزعع بتتخانق ايو ما خدوش حنان فيه وما هات كتير ما انا بتوحدنش اولادها سنين يعني ان عمر كله يعني انتي زي يعني ده ابنك يعني المفروض ان انا احضن ولادي طبعا الولاد والبنات يا دكتور الاثنين طبعا حتى لما يجبر كده مفروض ان انا احضره ده صح في التربية طبعا طبعا جدا ميبقاش مدلل لأ فيه ناس بقى تقولك يعني ده كبير وبتحدني ده يعني كده هل ده يعتبر فيه فرق انا مش مش هاخده يعني ادلعه واجبله لعبة ايو بحدود يعني اصلا حيك بحدود فيه حدود وفيه احتياج هو لما يجري شاب مثلا اه وكبير كده وراجل وبيشتغل اه وحصل له ازمة في شغلي ونسه ما تجوز يروح فين يعني لازم انا طب طبع ليه يجري على امه يدريني في حضنها ويبكي كمان مهم ممكن يعني بيبقى شاب الناس السوية المزبوطة لو شاب الجرح في حاجة حد صاحبه اهانه لو الام صحيحة وصديقة هيروح يجري يحكي لها ويقول لها صحبي عمل فيها كذا وغضر بيا ولا اخسرت مالي ولا اي حاجة يفوت فضنعني احنا بنعرف برضو يعني واحنا بنعرف اختيار الزوج بنعرف اصول التربية من حضرتك احنا بنستغل وجودك لعبة ربنا يا خديق لا فيش مشكلة بس دي نقطة مهمة جدا عشان كده ممكن تبقى الام موجودة بس هو فاقد الشعور الامومة فبيجده يعني معجب طيب في الحالة دي انا جالي عريس وحسيت ان هو جايلي علشان هو مفتقد لحنان الامومة او عايزني وانا كبيرة في السنة عنه اوافق عليه لا مهنة ما انا زيان بقول حضرتك هي الفكرة انا ما احنا دي بقى خليها بكرة طيب عشان دي حلقة بكرة طبيعي اللي هي ايه اللي هي خلاص اه اه انا بقى ابتدي اميز اه ما بين اللي جايلي ده جايلي مقتنع لاني خلي بالك احنا نتكلم في نقطة مهمة جدا لو هتتزوجي حد اكبر منك سنا بكتير او اصغر منك بكتير مطلوب منك انا يعني لما تجيلي بقولهاش متعملليش كده انا برضو ما بقولش لحد ما تعملش كذا ايه انا ببتدي اقول لها والله بصي انت مدركة اضرار ذلك ما في مزايا وفي اضرار اكيد الاضرار في مرحلة من العمر اللي اتنين يعني مثلا في التلاتين او اواخر التلاتين واواخر الا الاربعينات يعني حاجة اربعين وحاجة مثلا وعشرين تسعة عشرين تلاتين ست شكلها اكبر اكتر لا مش عاصدي عاصدي ان المرحلة دي ستة او راجل بيجاوزهم ما بيقوش حسين بفارق السن يعني ما بقاش فيه مشكلة ان هم ما بيحسوش اصلا ان هي كبيرة ولا هو كبير الشعور ده ما بيشعروش بيه في الاول في الاول والا اصلا هيك التلاتينات والاربعينات في السن ده اه تمام مش هيحسوا بالكلام مش هيحسوا هم يحسوا مقد بعض ده يمن انت ممكن حد يشوف في الاربعين يقول لك ان شاكلك تلاتين ايه ده عادي تمام فيه نقطة كمان مهمة ان الصحة اهم اهم من السن يعني النهاردة بيبقى شاب صغير عنده خمسة عشرين سنة لكنه مريض اهم فبتلاقيه كأنه عجوز اهم لو واحدة كبيرة وبصحتها ونشيطة وكذا او الراجل كبير ونشيط بتشوفيك كأنه شاب صغير اهم نهاردة مثلا يعني عندك اه تلاتين وهو خمسين اه لسه وفرها يعاني شوية وفيش مشكلة اه لكن عرافيا هتعيش مع بعض عشر خمسة عشر سنة هيبقى هو مثلا انت زاو انت هتبقي كاف هل ساعتها هتقدري انت بحس بصة الابعاد وفي نفس وقت بتوضح لالابعاد في نقطة الحقيقة يعني اه الجميلة جدا وانا برضو شايفها محدش ضمن عمره اصلا يعني لو انت هتجد يستعادة وهو فيه ترضون خلق ودينه وهو كبير في السبنة او صغير وفعلا محترم وفعلا عايز زواج صحيح وفعلا كل ده ده ما تتعيب احنا ممكن ما نعيش تلاتين اربعين سنة يعني ممكن تعيشيهم عشر سنين بس فيهم الخير كله يعني طب حليك احنا بقى كان فيه سؤال تاني مفروض ان انا كنت هتراحه على حضرتك اذا كنت تقولولي في دقيقة كده بكادنا تقول السؤال للحلقة بالنسبة للبنات اللي بتقولك انا ممكن اخطب انا الراجل اه والله يقولي في الموضوع ده والله يبصي انا ساعتها انا بيجي للناس دي ساعتها يعني بيشفق عليهم جدا لسبب بسيط هم من من كتر ما اللي بيجي لهم يا اما غير صالحين يا اما بيجي لهمش حد مناسب يا اما بيشوفوا ما هازل يعني فبتوصل لمرحلة ان هي شافت واحد مثلا زوجه رقوة دين قالت خلاص تمنى سيدة خديجة عملت كده يعني تزوجت النبي وقالت له يعني هي اللي عرضت على زوجك او بعتت له بعتت له اه فهي بتفكر انه هو حلال منحس حلال حلال بس مش انت اللي تروح لو اضطرت وبعدين بيزعلني اول موضوع ده لما بيطلعوا بنات صغيرين يعني مش مسلا عن ناسة او حسة ايدي يعني لست الدنيا قدامها يعني اختيارات لست قدامها كتير طب حيبش اقول لش محلت عن ناسة اوها ان هي عانس وكلام ده لكن يعني هي شعورها انها عانس وشعور انها عاشة الزوج ما ممكن تفكر كده هو حلال يعني ما نقدرش نقول حرم بس انت واثقة انه الراجل اصيل والرجل هقدر والرجل يعني دي برضو راجع لضوابط كتير واجع للشخصية اللي انت هتقدمي على الخطوة دي لانها خطوة كبيرة مش قيلة ايه بس تمام ربنا يوفق كل البنات والصراحة هيك بتساعدينة جدا نقول بقى السؤال الحلقة من هو الصحابي الوحيد الذي يزوك رأي اسمه في القرآن اه ابو بكر صديق علي ابن ابي طالب زيد ابن حارس الاسئلة نزلة على الشاشة وبرضو تبعاته الاجابات رقم الاجابة رقم السؤال ورقم الاجابة زي كل يوم خامنة تمام وشروط المسابقة تقوليها برضو تاني شروط المسابقة اهم حاجة ان ال 30 اجابة يكونوا اجابات صحيحة يكونوا اجابات يعني صحيحة وكملة مافيش اي سؤال نايسar والاسم سلاسي والاسم سلاسي والايميل تمام ورقم احنا متشكري لحضرتك جدا ان شاء الله بكرا برضو هنكمل باقي الموضوع الى الى اللي بدأنا شكرا لكم جدا وشكرا لحسن استماعكم ونستنىكم بكرا ان شاء الله في نفس المعادة الساعة 2 والقعادة الساعة 3 كنت معكم ايناس كامل السلام عليكم جميلة اشتركوا في القناة لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاك اختلافك سر تميزك اشتركوا في القناة